صحيفة الديار اللبنانية أن الحدود اللبنانية السورية باتت الصحة الأكثر تهريبا للسلاح إلى سوريا كاشفة أن مرفأ طرابلس شمال لبنان يستقبل بواخر تحمل أسلحة ويتم تفريغها تحت حماية مسلحين أصوليين يسيطرون على المرفأ ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن البواخر تنقل الأسلحة إلى منطقة العبد على مدخل عكار حيث يتم تهريب السلاح كله بل كله باتجاه سوريا أما تصريحات من يشهرون السلاح في سوريا ويدعون القتال تحت مسمى الحرية بأن إسرائيل ليست عدوة لهم فلم تثير أي استغراب لدى المواطن السوري الذي أدرك منذ بدء الأزمة أن هؤلاء ليسوا سوى أدوات يراد منها تمرير المخطط الأمريكي الإسرائيلي الهادف لكسر الإرادة السورية وثنيها عن دعم المقاومة وما كان مجرد تصريحات أضحى تعاونا موثقا حسب ما يتكشف يوميا عن حقيقة دعاة الحرية صراحة وليس في الخفاء يمد الثوار تنسيقيات الإرهاب مع إسرائيل على طول خط العمالة يخترقون الحدود تحت الأضواء وبرعاية استخباراتية متعددة الجنسيات بين أمريكية وإسرائيلية وقطرية وخليجية يضخ مزيد من الإرهاب للسوريين أما عمليات التهريب فتجري بكثافة من جهة الأراضي المحتلة برعاية أردنية وتعهدات قطرية تدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة النوعية بالصواريخ الحرارية وصواريخ لاو والأسلحة الثقيلة التي تهرب من منطقة الطيبة ووادي اليرموك والمنطقة المحاذية لمنطقة السويداء ودرعا عبر مجموعات من المرتزقة والفارين يترددون على الحدود السورية الأردنية ويقومون بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية وتؤكد المعلومات على أن إسرائيل تشرف مباشرة على تحركات الإرهابيين وتحرص على دعمها اللوجستي الكامل لهم ومعالجة من يدعون الجهادية ويقاتلون تحت لواء النصرة ثم ينقلون إلى المشافي الإسرائيلية ويعودون ورائحة المراهم الصهيونية تفوح منهم بشهادة العين الأممية التي حاولوا وضع مخرزهم فيها واستهداف قبعاتها الزرق لا تترك المؤشرات السياسية والتاريخية والميدانية مجالا للشك في التورط الإسرائيلي في الأزمة في سوريا وبالرغم من الصمت الآلامي الذي كان استراتيجية إسرائيلية دعا إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في التعامل مع الأزمة في سوريا إلا أن خروج الأفعى الصهيونية من جحرها مؤازرة من بقي في الجحور الإرهابية والأنفاق ومرممة تهاوي أحرار الناتو وثوار النفاق معطية الإشارات لكل التنسيقيات ومتوحدة مع لحى نصرتها ميدانيا لاستهداف دمشق كل ذلك ليس إلا دليلا يدخم المشهد بمزيد من البرهين على أن هدف إسرائيل واضح ومباشر في إضعاف سوريا وجيشها وعلى أن أيضا ثمار ربيع النعاج الصهيونية وربح تجارتها عائد للكيان الغاصب الذي يلمس اليوم صارا سوريا في الميدان يربك أدوات العدو ويسحقها بحذاء الجيش العربي السوري ما يدفع الصهيونية بالمجازفة بما بقي من سمها في آخر فصول ربيع النعاج موسيقى